في الفيديو ده هاشرح لكم موقع مجاني واحترافي جدا جدا هنقدر من خلاله نصنع محتوى مجاني 100% وكل ده من خلال انك تحول النص الفيديو او تحول الصورة الفيديو او تحول النص الصورة وكمان تقدر تحول الصورة لرسمة 3D 360 درجة والنتاج بتاعة الموقع احترافية جدا وما فيهاش اي اخطاء وكمان هعلمك ازاي نشيل العلامة المائية اللي بتطلع في الفيديوهات بكل سهولة وعشان ما داعش وقتكم بقى يلا بنا نبدأ في الشرحة على دول اول حاجة هنعملها يا جماعة نروح على جوجل كروم وهندخل على الموقع ده اللي هو ولي مش هيقدر يوصل للموقع ده يقدر اكتبلي في الكومنتات وانا هبعط له اللينك على دول بعد ما ندخل على الموقع بقى هيفتح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده والموقع هنا بيقدم لي ختمات كتير جدا يعني لو كنا دوسنا هنا على الكلمة اللي هي دي هيظهر لي هنا الخدمات اللي بيقدمها الموقع وهنا ممكن تحول النص لفيديو او هنا تحسن جودة الفيديو او هنا صورة لفيديو تمام بعد كده ممكن تحول النص لصورة وهنا برضو ممكن تحول النص لصورة 3D او الصورة الى رسمة 3D الخطوة اللي بعد كده بقى هنبتدي نسجل لدخول للموقع هننزل تحت هنا عند كلمة try for free وهنبتدي ندوس عليها بالشكل ده الموقع بقى هيفتح معايا زي ما انتوا شايفين كده هنطلع فوق هنا عند الكلمة login وهنبتدي ندوس عليها كده برضو تمام بتقدر بقى تسجل بأي طريقة او بأي ايميل انا هنا هسجل بالجيميل عادي هندوس هنا عند كلمة continue with google تمام بعد ما سجلنا بقى بالجيميل بتاعنا تعالوا كده هنشوف الفيديوهات اللي على الموقع وزي ما انتوا شايفين الفيديوهات كلها احترافية جدا اهي وما فيهاش اي اخطاء وعلشان نعمل بقى فيديوهات احترافية زي اللي انت شفتها دي كده هنيجي تحت هنا عند كلمة video generation وهنبتدي ندوس عليها بالشكل ده بعد كده هيفتح لي الصفحة بتاعة اعدادات الفيديو زي ما انتوا شايفين اهو بعد كده بقى هنا هنا تقدر تكتب له الفكرة بتاعتك وهو هيحولها لك البرومت جاهز للفيديو. بعد كده بقى هنيجي فوق هنا عند كلمة وفيديو هنبتدي ندوس عليها بالشكل ده عشان نحول النص بتاعنا الفيديو. بعد كده هننزل هنا عند كلمة وهنيجي في المربع ده كده وهنكتب البرومت بتاعنا اللي احنا عايزين نحوله الفيديو. بعد ما نكتب البرومت بقى هننزل تحت هنا ونعلم على الخمس ثواني عشان العشر ثواني دول الخطة المدفوعة لو انت عايز تشترك في الموقع. بعد كده بقى هننزل تحت هنا هتلاقي الادا دي قدامك ودي عن طريقها تقدر تتحكم في الموشن بتاع الفيديو من جوه. بعد كده لو نزلنا تحت هنلاقي هنا الريشو وده المقاس بتاع الفيديو. تقدر تختار بقى المقاس اللي انت عايزه بتاع اليوتيوب او بتاع او اي حاجة. تمام? بعد ما تخلص بقى الاعدادات بتاعة الفيديو كلها هتنزل تحت هنا وتدس على كلمة هيبتدي يحضر لك الفيديو بتاعك. طبعا هو مش هياخد وقت كبير جدا مننا بس عشان الموقع لسه جديد فهتلاقي عليه ضغط وممكن ياخد وقت شوية. وبعد ما خلص بقى دي كده النتيجة بتاعة الفيديو اللي طلعتلي. تعالوا كده نشوف الفيديو مع بعض عامل ازاي. وزي ما انتم شايفين كده الفيديو احترافي جدا وما فيش فيه اي اخطاء وما تقدرش تفرق بينه وبين اي فيديو حقيقي. بعد كده بقى في شوية اختيارات هنا لو دست هنا على كلمة هيبتدي يعمل لك فيديو جديد وهنا تقدر تضيف الفيديو بتاعك في وهنا تقدر تنزل الفيديو عندك على الجهاز. لو دست هنا على كلمة هيديك اختيارين ها. هتنزل تحت عند الاختيار التاني عشان الاولان اللي هو بنغير علامة مائية ده مدفوع. بس هننزله بالعلامة مائية من الاختيار التاني وهعلمكم ازاي هنقدر نشالها. وفوق هنا ممكن تقدر تعدل على الفيديو بتاعك ممكن تخليه نيجي بقى للميزة التانية اللي بيقدمها الموقع وهو ازاي نحول الصورة بتاعتنا الفيديو هنطلع فوق هنا على كلمة ايمدج تو فيديو هنبتدي ندوس عليها بالشكل ده تمام هيفتح معايا زي ما انتم شايفين كده هندوس بقى هنا في المكان ده اللي هو فيه كلمة عشان نرفع الصورة من عندنا من على الجهاز هيفتح معايا زي ما انتم شايفين كده هنبتدي بقى ندف الصورة اللي احنا عايزينها هندوس على كلمة هيبتدي يحمل الصورة اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين كده وهنا نقدر نختار المقاس بتاع الصورة بتاعتنا تمام اهو حسب الفيديو اللي انت عايز تعمله وبعد كده هندوس على كلمة بعد كده بقى هنبتدي ندف بتاعنا اللي احنا عايزونه يحصل في الصورة هنيجي في المكان ده كده ونكتب وليكن مسلا هكتب بعد كده بقى هتنزل تحت وتختار هنا الخمس ثواني وتقدر تنزل تحت هنا وزي ما قلنا تقدر تتحكم في الموشن اللي هيحصل جوى الفيديو من المكان ده بعد ما تخلص بقى الاعدادات بتاعتك كلها هتدوس هنا على كلمة عشان يبتدي يحول لك الصورة بتاعتنا الفيديو ودي كده الصورة بتاعتنا بعد ما حولناها الفيديو تعالوا نتفرج على النتيجة عاملة ازاي شايفين يا جماعة الفيديو طالع احترافي جدا وبرضو ما تقدرش تفرق بينه وبين اي فيديو واقعي وزي ما اتفقنا برضو تقدر تعدل على الفيديو من خلال الاعدادات اللي موجودة دي يعني تقدر تحسن جودة الفيديو تخليها فرقية من الاعداد ده وتقدر هنا هتعمل عمل لك فيديو جديد او تضيف الفيديو بتاعك في وبعد كده هنا هتقدر تحمل الفيديو عندك على الجهاز زي ما قلنا وهتختار الاختيار التاني نيجي بقى للميزة اللي بعد كده اللي بيقدمها الموقع وهي ازاي هنحول النص بتاعنا لصورة هننزل تحت هنا عند الاختيار رقم اتنين اللي هو وهنبتدي ندوس عليه بالشكل ده هنبتدي يفتح لي الصفحة بتاعت اعدادات الصورة اهو يا جماعة هنيجي هنا عند بتاعنا وهنبتدي نحط بتاعنا اللي احنا عايزين نحول له صورة بالشكل ده كده بعد كده بقى هننزل تحت هنا وتقدر تضيف اي تاجز للصورة بتاعتك نيجي بقى للاختيار اللي بعد كده اللي هو لو انت عايز ترفع صورة وعايزه يعمل لك نفس الصورة دي بالزبط هتدوس هنا على الاختيار بتاع وتقدر تضيف له الصورة بتاعتك اللي انت عايز له عايزه يعمل لك زيها بالزبط بعد كده بقى هننزل تحت هنا ونختار المقاس بتاع الصورة بتاعتنا سواء عايزينها للفيسبوك او اليوتيوب او اي حاجة. تمام هنحدد المقاس بتاع الصورة زي ما احنا عايزينه وبعد كده هننزل تحت هنا. وطبعا زي ما انتم شايفين كده ومتاح للا انا اعمل صورتين بس والباقي كله هيبقى مدفوع. تمام بعد ما خلص بقى هننزل تحت هنا وندوس على كلمة عشان يبتدر يعمل للصورة بتاعتك. اتلاحظ بقى ان الرسالة دي ظهرت لك ودي معناها اللي احنا خلصنا المحاولات المجانية بتاعتنا على الموقع. طب ازاي هنحل بقى المشكلة دي? لازم يبقى عندك اكتر من حساب جيميل تبدل ما بينهم. وهتلاقي طريعة عندي على القناة ازاي تعمل اكتر من حساب جيميل بدون رقم هادف. نجي بقى ندخل بالحساب التاني بتاعنا على الموقع. وزي ما انتم شايفين كده المحاولات اتضافت معايا هي بالحساب الجديد. هنبتدي بقى نضيف بتاعنا بتاع الصورة هنا. وهنبتدي ننزل تحت زي ما انتم شايفين. تمام? وهنبتدي نختار المقاس بتاع الصورة بتاعنا. تمام? وهننزل تحت هنا نختار رقم واحد وبعد كده هندوس على كلمة عشان يبتدي يعمل الصورة بتاعنا. هتلاقي بيحمل معك او زي ما انتم شايفين ومش هياخد وقت معاني. ودي كده النتيجة بتاعت اللي احنا كتبناه. زي ما انتم شايفين كده النتيجة طالعة احترافية جدا وما فيهاش اي اخطاء اللي بتبقى موجودة في مواقع زكاء الاصطناعي التانية. وزي ما اتفقنا هنا تقدر تعدل على الصورة بتاعتك من خلال الاعدادات دي. تمام? وهتقدر هنا بقى تحول الصورة بتاعتك لفيديو. هتدوس هنا على الاختيار ده اللي هو توفيديو. عشان يحولها لك لفيديو. وهنا بقى عشان تنزل الصورة زي ما احنا شايفين برضو بالطريقة دي. نجي بقى الاهم خطوة معانا في الفيديو وهي ازاي هنقدر نشيل العلامة المائية اللي بتنزل مع الفيديوهات. هندخل على الموقع ده يا جماعة. وطبعا اللي عايز الموقع هيقدر يكتب لي في الكومنتات وهبعته له على طول. بعد كده بقى هيفتح معانا بالشكل ده. هننزل تحت هنا وندوس على كلمة فيديو عشان نبتدي نرفع الفيديو بتاعنا على الموقع اللي احنا عايزين نشيل منه العلامة المائية. هندوس عليها بالشكل ده. تمام? بعد كده هنبتدي نختار الفيديو بتاعنا. هيبتدي يحمل معايا زي ما انتم شايفين كده. ودي كده النتيجة بعد ما خلص وشل العلامة المائية. تعالوا نشوف النتيجة عاملة ازاي. ده كده الفيديو قبل وده كده الفيديو بعد ما شل العلامة المائية. تمام? نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده ازاي هنقدر نحمل الفيديو. هتلاقي هنا كلمة فيديو عشان تقدر تحمله بالجودة الكاملة. او تقدر تدوس هنا بالشكل ده كده. تمام? وبعد كده هتدوس على التلات نقط دول. وتقدر تدوس هنا على كلمة عشان يبتدي يحمل لك الفيديو عندك على الجهاز. طبعا يا جماعة الموقع بيديك محاولات مجانية يوميا. يعني لو انت خلصت محاولات دي النهاردة تاني يوم هتلاقيه حبطي لك محاولات جديدة. وزي ما احنا اتفعنا لو انت عايز تعمل اكتر من فيديو في اليوم تقدر تسجل للموقع بن اكتر من حساب جيميل. وكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يارب الشرح يكون بطريقة بسيطة وعجبكم وناس كتير تكون استفادت. ولو فعلا استفادت وما تنسوش تعملونا لايك وكمنت على الفيديو عشان يوصلكو كل جديد معنا.